بقى لي فترة حاط التركيزي مع جهاز من شاومي اللي هو ريدمي نايم تي لسببين? السبب الاول ان الجهاز ده ظهرت فيه مشاكل هاردوير فصل مع بعض الناس ومفتحش تاني وساعات بيفتح وبيقفل بمزاجه شغال بمزاجه السبب التاني هو تأخر تحديث اللي هو المحسن اتناشر بوينت خمسة المبني على اندرويد حداشر. فالنهاردة بس من حوالي كده ساعة واتنين لزل على منتدى شاومي الرسمي ان فيه تحديث ظهر جلوبل للتليفون ده. في الفيديو ده ان شاء الله ما تخافش حدس بالطريقة اللي هقولك عليها دي. انا هحدس التليفون قدامك. انا من ملاك التليفون ده. وان شاء الله هوريجلك في الفيديو ده ازاي تحدس التليفون بدون اي مشاكل بازن الله ربنا يسطر. فاستأذنك بس قبل ما نبدأ الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرز. ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ نعمل قبضيطة. تمام. نبدأ كده على بركة الله. التليفون معنا هو ريدمي 9T. التليفون معنا. التليفون ده موجود على لحد الوقتي على تحديث 12.0.17. زي ما احنا شايفين اهو 12.0.17. هو ظاهر كلمة اوبديت. ظاهر كلمة اوبديت. لو عملت تشيك كده ممكن يقول لي نوع اوبديت. بس واضح ان هو يعني الابديت ظهر. لو انا دخلت بصيت كده يعني بيقولك امبروف سيكيوريتي واوبتوميزيشن للجهاز. انا هحاول اعمل اوبديت. دولود اوبديت. بس في نفس الوقت انا حابب يعني اوريكو الطريقة التانية. الطريقة التانية ان انت بتفتح برنامج دولود او دولودر شاومي دولودر السوفتوير. هتلاقيه موجود على جوجل بلاي. وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الخاص بالفيديو. هتدخل كده هتدور على ريدمي نايم تي. تمام? تمزل كده اهو هتلاقي ريدمي نايم تي. اهو ريدمي نايم تي. لما تدخل. تمام? هتلاقي ان هنا روم الجلوبل. اهم حاجة اهم حاجة دي الروم الجلوبل. بس الروم اللي 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 جاية او الروم اللي ظهرت قدامي اتناشر بوينت زيرو بوينت ستة. هنا اتناشر بوينت زيرو بوينت تلاتة. فانا طبعا هلجأ ان انا هعمل الدولود الخاص اللي جيه هوائي طبعا هيكون افضل. لان انا شايف ان ده التحديث افضل. فانا هبدأ دولود اوبديت. وهنشوف هو التحديث كبير. التحديث حوالي اه اتنين جيجا وستمائة ميجا. انا بالنسبالي الشبكة الواي فاي الحمدلله السرعة عندي كويسة. في ناس كانت بتشتكي ان الدولود بطيء. لو الدولود بطيء يبقى يعني ياريت تتأكد من اتصالك الكويس بالانترنت. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة. في ناس كانت بتشتكي ان التحديث ظهر عندها واختفى. استنى شوية. وحاول تاني. يعني هو ساعات بيبقى ضغط على السيرفرات. او ممكن يكون عندك ان انت في مشكلة. بس التحديث اللي ينزلك هوائي افضل. او بالطريقة اللي انا ورتها لك ان انت بتخش على شاومي دولودر بتنزله من على جوجل بلاي وزي ما قلتلك. هسيب لك في اللينك الخاص بالفيديو. الديسكريبشن ان شاء الله بازن الله. هسيب لك اللينك الخاص وتبتدي بتنزل التحديث وهيعمل معاك التحديث بدون اي مشاكل. تمام? كده هو. وصلت ال 7% ان شاء الله انا هقص عشان وقت الفيديو. انا بالزبط هوقف الفيديو يعني حوالي كده ان شاء الله مش اكتر من 10 دقايق. وهرجع لكم تاني ان شاء الله اول ما تدولود يخلص عشان نبدأ نعمل الابديت. تمام. كده التحديث نزل على بركة الله وبيعمل له دلوقتي فك التشفير. تعالي التحديث اهو 12.5.6 لتليفون شاومي ريدمي نايني تين. زي ما احنا شايفين. التحديث كبير خد مني فترة في الدولود. بس عادي يعني ده طبيعي حتى هو بيقولك ساعات ارجع فترة تانية لان السيرفورات او سيرفورات التحميل بتكون يعني عليها ضغط او حاجة. اهم حاجة بس اهم حاجة تبقى البطارية يعني اتنين وستين في المية او ستين في المية على الاقل. لان يا جماعة في مشكلة في التليفون ده وانا عارف ان في بعض المشاكل في التليفون ده ومشكلة منها يعني يقال ان فيها ايه بتصنيع ان انت بعد ما بتنزل التحديث وتعمل ريبوت التليفون ما بيفتحش بيقولك التليفون مات. سبب من اسباب المشكلة دي هو شحن البطارية. لازم البطارية تكون اضع في الامان مشحونة ستين في المية خمسة وستين في المية. فانا كده الحمد اللي نزلت التحبيث وهعمل ريبوت. وبسم الله رحمن الرحيم. تمام. بس هو كده هيقضي عد شوية. بعد كده بيفتح. وهينزل التحديث. هو بس ان عايزه يبدأ. اهو. لدني. تمام. الحمد لله. كده هو هيقضي عد الحد مثلا مية في المية تقريبا. انا عشان وقت الفيديو برضو هوقف الفيديو تاني. وهرجع لكم بعد ان شاء الله ما التليفون يفتح. عايز برضو انبه لحاجة. التليفون دلوقتي كان واقف تقريبا على اربعة في المية. وفجأة لقيته واحد وستين تسعة وتساين في المية. خلي بالك اوعى ترسطر التليفون وتقول ان التليفون هنج. لو قفلت التليفون في المرحلة دي التليفون مش يفتح تاني. وتقريبا بنسبة تساين في المية هيحتاج تغيير برضه. ولازم ترجع للضمام. فخلي بالك لو التليفون واقف زي ما انت شايف كده على واحد وستين تسعة وتساين في المية سيبه. فجأة كده هتليه وصل تمانين في المية سعين في المية. سيبه. ما فيوش اي مشكلة عادي جدا. هو حتى اكتب لك تحته. don't turn off your device. يعني ما تقفلش الدفايس بتاعك. بص. فجأة من واحد وستين بقى واحد وصعبية. وهو عمال بيقول لك تحذيرات. you won't be able to turn your device if you try to rebut it. يعني انت مش هتفتح تليفونك لو حاولت تعمله restart. فسيبه. ده امر طبيعي جدا. ان السبب التاني بعد مشكلة الشحن في موت التليفون ده ان انت بتعمله ريبوت وهو في المرحلة دي. لو عملت ريبوت في المرحلة دي التليفون مش هيفتح معك تاني. تمام كده الحمد لله التليفون فتح وبصراحة للحق التليفون خد فترة طويلة شوية. يعني خد خمس دقايق بعد ما خلص التحديث خد تعريبا خمس دقايق عشان يوصل. طيب نتكلم بقى في المهم. ايه اكتر حاجة بتميز التحديث ده? المفوضين التحديث ده اتناشر بوينت خمسة بوينت ستة. انا متوقع منه حاجتين. اهم حاجة اول حاجة تصليح مشكلة الواي فاي. وزي ما انتو شايفين هنا. يعني بصراحة انا الواي فاي عندي اهي شرط كاملة. انا مش ملاحز فيها اي حاجة. جهاز هو يا جماعة هو جهاز ريدمي ناينتي. الجهاز هنا زي ما انتو شايفين. انا بني وبين الراوتر حوالي مش اقل من خمسة متر. برضو للحق. فالمشكلة اعتقد ان مشكلة الواي فاي بنسبة كبيرة ان شاء الله تكون تصلحت. طيب. تاني حاجة بقى الحاجة المهمة اللي انا منتظرها. ان انت يكون في ميزة تزويد الرامات. اللي هي ميموري اكستنشن. بتكون في ادشنال سيتنجز او الاضافات الاخرى. اه هنا ميموري اكستنشن. او توسيع الزاكرة. بس هنا للأسف اللي نزلة على الجهاز ده بيوسع لحد واحد جيجا فقط. اقصى حاجة شفتها في شاومي ان هو بيوسع لحد تلاتة جيجا اللي هو في الجهاز اللي معايا اللي هو الميت انتي. هنا لا هنا بيوسع جيجا واحدة فقط. فيها جهازة في شاومي شفتها بتوسع لحد اتنين جيجا لكن للأسف الجهاز هنا فقط بيوسع واحد جيجا. ده جهاز في اقتصادية. مش متوقع منه اداء على الان توتو بنش مارك. زي كل مرة ما بنعمله. فان شاء الله الفترة الجاية اجرب التحديث. ان شاء الله باذن الله هيكون في فيديوهات تانية. ويريد بقى تسيبولي في الكومنتات هل فعلا المشاكل اللي في الجهاز اللي كنت بتشتكوا منها. هل فعلا التحديث ده عالجها ولا لا. وبكده الحمد لله نكون عملنا تحديث لتليفون شاومي ريدمي نايمتين. اتمنى يا ربي الفيديو يكون عجبكو. ما تخافش حدس والتليفون. انا عارف ان في بعض المشاكل ظهرت فيه. بس مش مع كل الناس. لو ظهر اي مشكلة معاك ارجع للضمام. ما فيهاش اي مشكلة. هيحلولك المشكلة ان شاء الله. لو انت داخل اربعتاشر يوم من تاريخ الشراء من حقك تسترجع فلوسك. وتاخد تليفون جديد لو عايز حتى تبدل تليفون دي السابع البيت وده حقك. ده قانون. بس وان شاء الله بازن لرب العالمين مش هيبقى في مشاكل ان شاء الله. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكو. ما تنساش لو عجبك الفيديو. ما تحدميش من لايك. سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس. ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا لكم. وشكرا لحسن تبعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.